اجراءة تضييق الخناق على اليمنين لم تتوقف فالانباء تفيد بمنع القوات الاماراتية سفينة تقل كميات من النقود التي طبعت حديثا في روسيا من الرسو في ميناء عدن كميات النقود بحسب مصادر في البنك تبلغ 180 مليار ريال اي ما يعادل 473 مليون دولار مخصصة لمواجهة المرتبات والنفقة التشغيلية للحكومة هذا الاجراء يأتي بعد اقل من شهر على تعين محافظ جديد للبنك المركزي لم يتسلم مهامه حتى الان وسط هذا الكم الهائل من الصعوبات التي يتورط في جزء كبير منها تحالف يدعي انه جاء لمساعدة الحكومة الشرعية على استعادة سلطاتها ولدحر الانقلابيين الاجراء الاخير ترافق مع اتهامات متبادلة دشنتها الامارات بتسريبات افادت من خلالها بان سبب منع السفينة من الرسوف ميناء عدن يعود لوجود اربع حاويات بدون ترخيص تحمل مطبوعة نقدية من روسيا لكن الحكومة ردت بالقول ان شحنة النقود وصلت بطريقة رسمية وبترخيص من خلية التحالف في الرياض وعززت حجتها بالادلة والوثائق ليست هذه هي المرة الاولى التي تقدم فيها القوات الاماراتية المرابطة في عدن على منع وصول الشحنات من النقود المطبوعة في روسيا فقد سابق وان تم منع ثلاثة عشر رحلة طيران محملة بالنقود والغاء التصاريح الخاصة بها من قبل خلية التحالف لأسباب مجهولة ودون مبرر او تفسير واضح وفقا لبيان صادر عن المحافظ السابق للبنك المركزي اليمن منصر القعيط يعود الى ابريل من العام الماضي من التضييق الى الاستهداف المباشر للسلطة الشرعية والسيادية هو مضمون السلوك الذي يقدم عليه الاماراتيون في المحافظة الجنوبية فقد شهدت محافظة أرخبيل سقطر عمليات فصل وتوقيف موظفين وحكوميين في شركة الكهرباء وفي مستشفيات المحافظة في اطار عملية تجريف للكوادر بدوافع ايدولوجية اجراءات تلخص العلاقة المتوترة جدا بين الحكومة والتحالف الذي يقوض باجراءات كهذه مصداقية تدخله العسكري في اليمن ترجمة نانسي قنقر